الحقيقة النبارح واحد من قامات ورموز الفن المصري رحل عنها العمدة سليمان غانم فنان الكبير صلاح السعداني صلاح السعداني مش بس نجم دراما ونجم سينما صلاح السعداني نجم مثقف نجم يعبر عن جيل مهم يعبر عن جيل مثقف يمكن ساهم في تثقيفه الفترة الزمنية اللي هو كان موجود فيها الأستاذ محمود السعداني الكاتب الكبير الراحل شقيقه الأكبر وجوده إلى جوار كثير من المثقفين الفترة دي كلها كانت فترة مهمة وملهمة وقدرت أنها يخرج منها جيل في عقله الكثير ولما يكون في عقله الكثير يبقى في أدائه أيضا إذا كانت لديه موهبة الكثير في اختياراته كلام مهمة واختيارات مهمة يعني اختيارات متنوعة ولكن اختيارات معينة اختيارات وطنية اختيارات مثقفة اختيارات تنحاز للمواطن تنحاز للفقير تنحاز للإنسان العادي المطحون عبر الأجيال وعبر السنين دا كان صلاح السعداني العمدة سليمان غانم يعني حسن النعماني في أرابسكو دا كان من أهم وأجمل أدواره نصر واهدان في حلم الجنوبي علش المراكبي في المراكبي أدوار كتيرة مع عاد الإمام مع الزعيم عاد الإمام صلاح السعداني نجم جيل يمكن ما كانش بياخد البطولة الأولى لكن كان دايما اسم صلاح السعداني اسم مهم علامة مهمة في جيل مهم هذا الجيل كله زي ما انتوا شايفين كل الممثلين محمود ياسين طبعا ناس كتير الحقيقة من هذا الجيل هذا جيل لن يعود لا يعود ولن يعود لأنه كان جيل مثقف مش بس موهوب كان جيل مثقف مرتبط بالأرض مرتبط بالناس مرتبط بالحياة العادية مش قاعد في مكان عالي مش بيسافر بطائرات خاصة مش عايش حياة مرفهة كان جيل عارف يعني إيه فن عارف يعني إيه مصر عارف يعني إيه وطن دا كان صلاح السعداني بنعزي ابنه بنعزي الفنان أحمد السعداني بنعزي بنته أيضا بنعزي كل أسرته وكل الأسرة الفنية فيه صحيح صلاح السعداني كان بقاله فترة بعيد للمرض وإحساسه أنه بيفقد كثير من الأصدقاء المقربين لكن غياب العمدة سليمان غالم وجعنا كلنا لا يرحموا صلاح السعداني